بتبدأ اليوم أعمال التكريك والحفر في قناة بورسعيد الجديدة شرق ميناء بورسعيد بطول 9.5 كم باستخدام كراكات تحالف التحدي فيما أعلن الفريق موهد ناميش رئيس هويئات قناة السويس أن الرئيس السيسي كلف بالعمل مباشرة في تطوير ميناء شرق التفريع في بورسعيد والبدء في توسعة القناة الجانبية حيث من المقرر رفع 17 مليون متر مكعب من الرمال المشبعة بالمياه في 5 أشهر وأكد أن الهدف من قناة بورسعيد وتطوير ميناء شرق التفريع ليصبح ميناء عالميا يستوعب أكبر كمية من التجارة العالمية وأن تعبر السفن مباشرة إلى الميناء دون المرور في قناة السويس